ما تزال اجتماعات اللجان المكلفة بالأسرى والمعتقلين في مونتيريو السويسرية بعيدة عن عيون الكاميرا والإعلام ومن هناك تقول المعلومات الأولية بأن اتفاق الأردن الذي مر عليه الحول يعود من جديد وتقول لغة الأرقام هذا الحوثي وافق بأن يفرج على 950 معتقلا وأسيرا في سجونه مقابل إفراج الطرف الحكومي عن 600 عنصر مقاتل مع ميليشيات الحوثي النقاش حول إطلاق صراح جميع الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ تبادل كل مقابل الكل ما يزال حلما بعيدا عن تناوله في أي من طاولة المفاوضات فالواقع يقول بأن الحوثي ما يزال ممسكا بقائمة تتضمن أسماء قيادات ميدانية رفيعة وكذا وفق انتقائية سلالية وأخرى مناطقية وبينما واقع اتفاقية الأسرى والمعتقلين في السوكهولم تقول القوائم بأنها تعدت حاجزا 16 ألف مقاتل وأسير من الطرفين بواقع فاق 32 ألف يملي يقبعون خلف أبواب سجون الطرفين فالأرقاب مهولة مقابل ما تم الاتفاق عليه سواء في عمان أو سويسرا محللون يرون بأن الحوثي يدخل حلبة مفاوضات الأسرى والمعتقلين للجولة الرابعة تواليا وخلال أكثر من عامين لم تشهد الأمم المتحدة على أي عملية لإطلاق سراح معتقل أو أسير فهذه الملفات أوراقها تمر من تحت الطاولة بصفقات كان آخرها في تعز والظالع ويقول مراقبون أن الرابحة الأكبر فيها هم الحوثيون الذين عززوا مقاتلهم في الجبهات الطرف الحكومي في الجولة الرابعة قلل عبر مصدر مسؤول من فريقه من أهمية اجتماع سويسرا الأخير وأعزى المصدر أن هذا التشاؤم يأتي استنادا إلى تجارب سابقة متعددة وعدت فيها الميليشيات وأخلفت فيما يرى خبراء بأن ميليشيات الحوثي تمنح الأمم المتحدة التي تعذرت أعمالها مؤخرا في اليمن نجاحات لاستمرار ظبابية الأوضاع في اليمن والتي تصب جميعها في خدمة الميليشيات عبر المبعوث الأممي مارتين جريفث اشتركوا في القناة